لكن عظلا بموته المدينة المنورة وما تجد بيت أو محيط إلا وفيه ناذب وناذبة والكل ينادي ومحمداه وإماماه إما بالنسبة لما لاقاه من ألم السم فرواك الله وسلامه عليه كان روح فداه يتقلب عن يمين وعن شماله وينادي بالغرب والكرب وبعد الوطن وقلة الأهل والأقارب وعلى فراش يتقلب وينادي وبعد وطناه طبعا قبره إلى جانب جده الإمام باب الحوائد في مقابر خريش دفنه ابنه علي الهادي صلوات الله وسلامه وعلى الله إعين علي الهادي عندما وجد أبيه وهو يتقلب من حرارة السم يمينا والشمال ويمسك عليه يريد ريحه إلا أنه لن يستطع مولاي الجواد إلا أنه ينقلب تار على يمينه وتار على شماله شيء محبين وعند احتضار الموت مدد الإمام منه اليدين أسبل الرجلين غمض العينين أو صاقل يد ولده عليه ثم قال له بني في أمال الله في دعاة الله شيء محبين عندها غارق من إمامك جبينه وسكن فيه عنينه تذلت رقبته وفضلت روحه أنا مناذي وسيده وإمامه قام الإمام الهادي في غسل أبيه وتكفينا ثم ألحقه بقمره وقف على القبر يناديه أبعي تمتني على صغاره سني إذا مات إذا مات الفتى المعذوعة إذا مات الفتى المعذوعة ياه تصير زلزالة وتسرع للقبر ناس سنعنا سجيب شيالة أبو سكن بقي عاري ما أحد لنهط سياله لا غسل ولا كفنين عار اللباس قطيع الرأس منخمد الأنفاس ينخني عليه ولد السجاد اقل لي حير اتنين باش اجمعايا ايايا وصالك يا مبروير حد الكفوف مقطعه والصدر مكسور بين الجسد والرأس رأس يا ابن المصطفى بروئيور هذا الجسد والرأس يشهر بالأمصير حفر قبر حسين يمايه قام محني الظهائر وضايد عند الرجيل الثانية عند الصدر قام كل ما رضع جانب جانب الثاني يا خاير قال ابويش لا نشيعي لك ولو صال انت الشرايا لا 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 حنوط ولا كفاين كفاين تحصل يا ابوي ولا غسيل لا عظوا عندك بلا خاير يا عزيزي متصيل يا عزيزي متصيل ذهب قلبي باريا ما الله احضروا لي بلا جايا مجمع وصالوا برايا كوب هوبة اللي بفوبة كبرايا لم علي عظا أبوي اللي انكسر و اللي نشايا حتى قطعت قلبه اللي استخرجوها بالسايا ما بقى ما بقى غير الكري يسمع يسمع الرمح يبرى الحراير جاهز و حطه بقى مرائ يسمع من حر أحسين بعدك لا هنعيش ولا لذة مشارب اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوسك